انا كمغربي اتحصر على الملاعب الجزائرية الجميلة الغير موجودة بالمغرب ببلادي ايه صراحة كلنا تفاجئنا كلنا تفاجئنا بالملاعب الجديدة للجزائر ايه كانت قد انتقد الحكام الجزائريين والدولة الجزائرية وما تفعلوه للمغرب وكل شيء قد انتقد هذا الشيء اللي يدلوه الجزائر للمغرب ولكن اخوتي رفاجئوني بالملاعب نهضروه بصراحة نهضروه بصراحة ملاعب دولية ملاعب ضخمة ملاعب لا تقارن بالملاعب المغربية نحشم نحشم ويجيني احراج انني نقارن ملعب مغربي بملعب جزائري جديد واش لهذه المسؤولين المغاربة ما كيحشموش ما كيجيوش النفس كما الشعب كيجيه النفس على هذ الملاعب هذي واش المسؤولين المغاربة ما عندهم مش نفس القلب ديال المغاربة واش ما عندهم مش نفس الإحساس ديال المغاربة شوف عباد الله شوف الملاعب كديره شوف شوف ملاعب جميلة جدا ملاعب دولية ملاعب نقدر نقولك انا مثلا ملعب نيلسون ومانديلا باراقي احسن من جميع الملاعب القاطرية ايه احسن من جميع الملاعب القاطرية الملعب الواحد في افريقيا وفي العرب اللي عنده قاعدات هليكوبتر خاصة بصحاب الفي اي بي ملعب ضخم ملعب في جميع الجهيزات ملعب في ريستورون الداخل ملعب اما بدون مزمار بحل عندنا شوف تقدر تقارن ملعب ملعب لله ولا ملعب طنجة ولا ملعب مراكوش بهذا الملاعب هذو شوف تحشم والله اخوه لا تحشم تجلس مع جزائري في مقهى وتبقى وتناقشوا الأمور للرياضية والملاعب لكورة القادمة بين البلدين هذي غادي هسقها وتشكولات 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 تبشي بحالك لحقاش غادي يجيك واحد الإحراج كبير جدا نضرو بصراحة الإخوان ما نلقوش نغطيه الشمس بالغربال نلقوش نغطيه الشمس بالغربال الاتشي اللي احنا كنديروه لراسنا كنقونا مدحون 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 مثلا ملعب ملعب الله زاد وفيه جياج ورام نقونا مدحوه آه المغرب الجديد آه المغربو حتى كنغمضوا عينينا كنحلوهم كنلقاوا الجزائر الجيران ديالنا اللي هكوا مفاتونة مهم مفاتونة بمئات وشقدر لبالمغرب يدير بحالة الملعب هذة قولي شوف شوف وش المغرب يقدر يدير بحالة الملعب هذة امتا غاش قولي اه امتا ميتين سنة و تلتمية سنة ايا سبقناهم في الملاعب ولكن نردرنا ملاعب ديال عصر الوسطى وما طلعوا اقل وصيبوا ملاعب حسن منا ونزيد اقع اكتر بميزانيات اقل بميزانيات اقل من الميزانيات اللي احنا يا صوبنا بهم الملاعب بش عرف النوعيات المسؤولين اللي عندنا بش عرف النوعيات المغاربة المسؤولين اللي عندنا شنو كيدرو باديك الفلوس اللي كيقول لك حنا كن بنو بها ملاعب ريادية وهي تذهبوا الى راكم عارفين الى جيوبهم بارتاجو والاخوان وقلنا التعاليق ديالكم على الاغلب بارتاجو بارتاجو هيوصل نسؤولين لمغاربة ويدوروا شوية ديالنفس وكتبو لنا التعاليق ديالكم والاخوان شنو بليكم فاتشيو وشان شو ما تفاجأ شول هاد الملاعب هادي ولا جاوكم عادي